احبابي الكرام في امتي الحبيبة العريقة السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد شهاد توحيد شهاد اللا اله الا الله ان محمدا عبد الله ورسوله مرحبا بحضرتكم احبات الكرام في امتي الحبيبة العريقة ومع هذا اللقاء الإيماني الذي هو بعنوان علاج الحزن والاكتئاب الجزء الثاني منه أرحب بحضراتكم وأبث شوقي إليكم بهذه العبارات التي تعودنا أن نسوقها من القلب إلى القلب أحبائي من الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائقي لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائقي أردتم رد الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالقي سدد الله على ضرب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالقي أحبابي الكرام لعلكم سعيدتم معي مع الدكتور حازم شومان ذلكم الدعية الشاب الذي والله ألمس من كل تصرفاته أنه يحمل في قلبه هم أمته ونراه في كل وقت وفي كل حين يسعى لخدمة دعوة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أسعد بحضرتكم هذه الحلقة مع فضلة الدكتور حازم شومان أرحب به معكم السلام عليكم ورحمة الله بكتور الحبيب مرحبا بك في هذا اللقاء الخاص في قناة الرحمة القضائية مع موضوعنا الكريم الموضوع الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به علاج الحزن والاكتئاب ولكن أنا أريد قبل بداية اللقاء تبص حبك ومشاعرك لتعود جمهورك الحبيب أن يسمعها من لسانك الذي يقطر الشهد والعسل ربنا يحفظ على الشهر محمد يعني وأنا سعيد والله في هذا اللقاء وسعيد جدا أن احنا مع بعض ولو خيرت بين هذا الدرس وبين مليون جنيه لاخترت فورا بلا تردد هذا الدرس أغلى من الدنيا اللي فيها ده أنا اللي أقول الكلام ده ده أنا فرحة قلبي لا يعلمها إلا الله بمشاركتك معي هذا اللقاء الخاص أسأل الله أن يكتب لي وأنا كالتوفيق والسيطة يا رب اللهم أمين دكتورنا الحبيب الكريم بعد أن استمتع الجمهور بهذه الكلمات الرقيقة التي تبص الأمل في قلوب اليائسين عايز أبدأ اللقاء مع فضلتك بأنه كثير مننا بشتيك أحزان وهموم تلاقي بشتيك من براته بشتيك من عياله بشتيك من جرانه بشتيك من رئيسه في العمل وتلاقي لو بحثت في حقيقة المشكلة أن العلاج فيه هو يعني لو أنه غير ما فيه نفسه ستتغير الأمور من حوله يعني أنا من قراءتي في كتب الأدب شاعر من الشعراء اسمه علي بن الجهم هذا الشاعر كان في الصحراء زار العراق زار بغداد فقال له أنت هنا في ضيافة الخليفة المتوكل والخليفة المتوكل بيحب الشعراء فإذا التقيت بالخليفة المتوكل اقرض له من شعرك وسيعطيك مبلغا من المال لا تفتقر بعده فدخل على الخليفة المتوكل فوجد الشعراء وأتى الدور عليه هو شاعر في الصحراء يعني يتعامل مع الطبيعة القاسية فأراد أن يمدح الخليفة قال سيد الخليفة أنت كالكلب في حفاظك للود وأنت كالتيسي في قراعك للخطوب وأنت كالدلوي لا عدمتك دلوة من كبار الدلاء كثير الذنوب يعني أنت جرد الكبير كثير الذنوب كثير الماء فهم السياف أن يقطع عنقه فأدرك الملك أنه ما أراد أن يسب ولكن هذه أعلى ما عنده من بلاغة قال لهم أجلسوه في قصر منيف ولتغضوا عليه الجوار الحسنوات بما لز وطاب فغدت عليه الجوار الحسنوات بما لز وطاب وتغيرت الطبيعة وأكل طعاما لم يأكله من قبل وجلس مع الشعراء المساقع وجبل ثاني ثم دعاه مرة ثانية في مجلس السمر فقال أريد أن أسمع من شعرك فأقرد قصيدة أدهشة البلاغاء والحكماء والشعراء ده لما غير الطبيعة ودي رسالة أنا بوجهها يا دكتورنا الحبيب لكل من يشتكي ممن حوله لو أنت غيرت من نفسك على حد قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ستتغير كل الأمور من حولك يعني لو غيروا الدكتورنا الحبيب التكشيرة لبسمة لو غير الشح لسخاء لو غير الإنعزالية والإنطواء إلى الإنخراط ومخالطة أهله ومؤانستهم ومصامراتهم أنا أتوقع إن الأمور ستتغير فأنا عايز أسمع رسالة من الدكتور حازم شمان مدللة بالقصص الواقعي لأن أنا والله يعجبني منك القصص اللي بتسقطه لا بتسقط النص من خلالها على الواقع فأتمنى إنك ترسل رسالة لكل من يشتكي همًا وغمًا إنه يبدأ العلاج من نفسه بسم الله وسهل الرسول لله الحمد لله وكافى وصلاة وسلام على عباد الذين اصطفق أما بعد فيعني القصة الواقعية اللي أنا هحكيها بقى المرة دي قصة شيخ محمد الشربيني وقصة حازم شمان هذه الابتسامة بتاعت الشيخ محمد يعني أنا قاعد قدام حركة الوقت السعيد والله يعني الكاميرا الجبلنا الابتسامة بتاعت الشيخ محمد الشربيني البسمة الجميلة دية البسمة المشرقة دية لما الإنسان يبتسم هذي الابتسامة هو بيخلي اللي حواليه بسعاداء بيشيل التوتر من الدنيا اللي حواليه يا ما ناس التزمت بسبل ابتسامة جميلة عشان كده المعنى الجميل اللي حركبقه بتلف القضية السعادة منه اللي هو معنى ايه ان الله لا يغيره ما بيخوه من حتى يغيره ما بأنفوسه يا ابني انت بتتعامل مع الحياة غلط انت بتبصيح في الحياة غلط عشان كي يقولك لك خصة حزم شبان لاننا من اكتر الناس اللي اتعاملت مع الحياة بصعوبة في بداية التزامي وجانيت هذا يعني الثمار الحنظة اللي هذا لدرجة انها قلبي تاعب خلت المستشفى كتير جدا من كتر الضغط النفسي اللي دخلت نفسي فيه ضغط النفسي والامة والدين ضاع والمليارات تبوت على الكفر ماشي حبيب قلبي ماشي بس تعالى شوف بقى القرآن والصنى بيعلمونا ايه النبى عليه السلام بعد كل قدان يقول ايه اللهم ايه يعني كل قدان اللهم رب هذه الدعوة رب هذه الدعوة التهمة الدعوة دي لها رب انا بقول لك يا شيخ محمد اللي انا بكلمت نفسي بايه الدعوة دي يا ابني لها رب هو انت ربها هو حد مننا يحط نفسه مقام ربنا حسيت ان بعضنا من كتر ما بيشيل هم الدعوة او الهم السلبي مش الهم الايجابي لان فيه هم دفع للشلل وهم دفع للعمل الهم الدفع للشلل اللي نبع صحيح مستعز به اللهم انا اعز بك من الهم انا حسيت ان انا عامل زي ايه زي طفل كده في اسرة فالاسرة دي لها قب اللي هو بيسموه رب الاسرة فالطفل ايه انا ماما مريضة امي مريضة امي هتموت امي محتاجة 50 الف جنيه تعمل عملية اعمل ايه يا ربي واختي اختي جزء خطبها يسيبها عايزين 100 الف جنيه عفش وعشان نقدر نجوزها خطبها يسيبها اجيب المئة الف جنيه ازاي انا لازم اجيب المئة الف جنيه لاختي واخويا اخويا مش عارف ااخد دروس اخويا محتاج بألفين جنيه دروس في الشهر اجيب الألفين جنيه فيقوم بيدخل عليه ولا انت مالك يا لا انت مالك البيت ده فيه رب الاسرة انا رب الاسرة دي انت عايل تروح يا ابني مدرستك وتاخد دلك من دروسك الولى من كتر ماشال الهم ساب مدرسته وسب تعليمه خائب فالصغر اللي هو كان بيعمله في البيت اصلا باص انت اكبر حاجة تعملها للبيت انك انت تروح تعليمك انك انت تتوفع صغرك فحسيت يعني اللهم رب هذه الدعوة والواحد جاي ينام كده يا السلام يا السلام انا داخل انام والدعوة دي لها رب بيدبر لها وبيغتب لها وبيغنس لها بقدي وبعد ما موت الدعوة دي لها رب وقبل ما اجي الدعوة دي لها رب ولو انا هو احنا لما نقعد بقى احلزم بخطة صح ونشتغل صح ونغتزم يا عم رايح قلبك يا عم انت مش ربنا بتاع الدعوة دي الدعوة دي لها رب اللهم ربها دي دعوة لتأمنا عشان كما لما تشوفوا المعنى ده تسمع بقى كلمة كلام الله سبحانه تعالى بقى بفهم جميل فاذا فرغت فانصب فارغت من الدعوة وشؤون العمل للدين جزاك الله فاهم فانصب في العبادة كلمة فرغت دي عايزة وقفة يعني فرغت واحد بقى من جوه فاضي فيش جوه اي حاجة فارغ كأن الله يقول لك استقبل العبادة بصدر فارغ دي بيعمله في امريكا كان فيه دكتور في الكلية كان رايح في المانيا يحضر دراسات عليا فالبروفيسير الالماني اللي هو بيحضر تابعه في يوم الاجازة بتاع البروفيسير فالدكتور ده اتصل به فالرجل ده بيحسبه بيحسبه بيحكلمه في اي حاجة عادية فالاب يسأله في الطب في التحضير ام قفل السكة فوشو فاذا فرغت فامريكا بعد ما بخرج من الشغل القصة خلصت انا بقى كنت زمان بدخل بيتي حريقة بدخل بيتي الساعة 10 بالليل عمل زي الحريقة فلان عمل المهمة بتاعة الدعوة او لا وفلان نزل الجولة او لا وفلان راح ادى الدرس فعلا او لا وفلان طلب العلم زي ما قلتوها لا والشباب فلان التزم النهاردة او لا وفلان فاذا فرغت وانت في الشغل الدعوي اول ما خلصت الشغل اللهم رب في هذه الدعوة الدعوة دي يا رب فالكلام اللي حركب يقوله بقى هو الحديث بتاع النبيع السلام ان الله يحب الايه؟ الهين اللين السهل القريب يا اخي ما تكالكحاش يا اخي الدنيا مش مع قدل الدرجة دي يا عم والله العظيم ربنا في لحظة الدنيا كلها بتتغير فالانسان اللي لابس الندرة السهده اللي قاعد يمسل كل حاجة بعقد وبكالكعة ومسك ايزو 9000 واثنين وعايز كل حاجة في الحياة تمشي بالايزو وعايز كل حاجة في الحياة تمشي بالمقاييس دنيا مش كده خليك سهل خليك سهل سهلها ربنا سهل عليك فحتى يغيرهم بانفسهم يعني يعني ممكن تتاخد في قضية المعاصي ممكن تتاخد في قضية يمشون على الارض يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان هينا لينا سهلا حرمه الله على النار فحياك الله بياك انك تدعو اخويا الحبيب انه يكون سهل هينا لينا والبسمة ما تغدرش وجهه سيدنا الحبيب النبي دكتور الحبيب كان يدعو الى الله احيانا بالبسمة فقط يعني لما قدم خالد بن الوليد وانت تعلم ان خالد بن الوليد ضرب الاسلام في مقتل هو سر هزيمة المسلمين في احد ولما قدم وهو يرغب في الاسلام اول شيء استقبله النبي المصطفى به ان ابتسم في وجه خالد بن الوليد يقدم قدم ويؤخر اخرى والنبي يبتسم كلما زادت ابتسامة رسول الله كلما اتمو ان قلب خالد خالد يتقدم ايضا ما زال الخوف يتملكه حتى صار امام النبي المصطفى وجها لوجه فزادت ابتسامة رسول الله فقال خالد اشهد ان لا اله الا الله انك رسول الله حقا وصدقا فقال النبي له والله يا خالد كنت ارى لك عقلا كنت اتمنى ان لا يقودنك الا للاسلام والحمد الله انقادك عقلك الاسلام قال رسول الله سل الله ان يغفر اساءتي معك فسأل ربنا حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم ان يغفر لخالد ودي كانت بداية رحلة خالد انا عايز ادخل الاثر يا استاذنا في البيوت اللي بسمعنا النهاردة في البيوت كتير من الاباء قاعد والحزن على وجهه انت حازين ليه زعلان من زوجته زعلان من ابنه انا عايز اقول له ابدأ رحلة التغيير انت من نفسك يعني انا من القراءة في القصص الواقع دكتور في الجامعة دكتورنا الحبيب زار اخا له خلي بالك الدكتور الذي امتلك البيت صاحب الدار هو الذي كتب هذه الرسالة زاره اخ له واللي فتح له دكتورنا الحبيب ابناء الصغار فلما فتحوا الباب اذا بالدكتور الزائر يداعبهم ويمازحهم فقال له صاحب الدار ادخل فظل يضاحك الاطفال وجلس معهم على الارض يخرج الحلوة ويقسمها عليهم ثم جلس يقص عليهم قصة ادبية رشيقة فضحك الاطفال بصوت مرتفع صاحب الدار بيقول اول مرة في حياتي اسمع عيالي بيضحكوا بالصوت المرتفع بيقول جلس بقدر ما يجلس الضيف ثم انصرف ولكم تحريص جدا ان انا اسمع ايه اللي حيقوله ابناء بعد انصرف هذا الزائر الكريم بيقول لقيت ولادي بيقول لبعضهم يا بخت ولادي الراجل ده يا ريتو كنابونا مش احنا اللي قاعدين في اللهم والغم بالليل وبالنهار لقين ابي مزحنا يا نهار ولقين ابي يكلمنا بيقول انا كنت اقفل على نفسي بابي لان شغل الجامعة شديني عن ايالي فكانت رسالة من الله تعالى لي ان غيرت طبيعتي مع ابنائي كنت اقطع من وقتي لاجالسهم واسامرهم واضحكهم وكنت اتعمد ان اقرأ القصص الادبي الرشيق لاقصه عليهم فتغير الحال في داري من النقيد الى النقيد فلما بدأ يغير نفسه تغير الحال في بيته من التعاسة الى السعادة فانا عايز من فضلتك على هذه الوتيرة ان رب البيت اللي بيعاني من مشاكل في بيته بقول له ابدأ رحلة التغيير من نفسك ابدأ رحلة وربة البيت نفسها اللي دايما بتشتكي بقول له ابدأ رحلة التغيير من نفسك والابن اللي بشتكي من امه وابوه بقول له ابدأ غير نفسك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم انا عايز البيوت تسعد وعايز الحلقة دي تبقى سبب لسعادة القلوب وسعادة البيوت اسأل الله ان يجري الحكمة من قلبك على لسانك كلام رائع يا شيخ معم ابدأ بنفسك ولا تلعن الواقع ابدأ بنفسك ولا تلعن الواقع كلام حراك دورر ان شاء الله لا كوتك الله يحيي الله يبارك في حراك ابدأ ابدأ ده مبدأ قرآني خطور جدا نعم من اول سورة في القرآن صورة الفتح اياك نعبد وإياك نستعين نستعين المتوقع لو احنا بنفكر بالمغنى مش عارفين ايه الاول اعبد ربنا ولا ربنا يعني يعني الاول كان المفروض المعونة تيجي عشان عارف اعبد ولا العبادة تيجي وبعك اقول عيني يا رب المتوقع ان اياك نستعين وبعك اياك نعبد عيني يا رب ونعبدك فليه تيجي العبادة قبل الاستعانة ما تقولش عني ونعبدك اعبدني ونعينك عشان كده اياك نعبد وبعد كده الايل بعدها اهدنا الصراط المتوقع ان الاول اهدنا استشهاد رقيق استشهاد جميل الله الله المتوقع ان اهديني الاول قبل معبدك عبدك ازاي اعبد الاول باللي انت عارفوا انا ديك ما تقولش اهدين وانا عبدك عشان كده ربنا يقول ايه واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فأبوا الى الكهف ينشل لكم ربكم من رحمتك ما تقولش انشر لي من رحمتك وانا روح الكهف لا روح وانا انشر لكم من رحمتك وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا لما نزلوا يكرموا الناس في الشارع عن ربنا ففي شاب يقولك انا خايف اكلم الشباب عن ربنا احسن حد يكسفني. ما تقولش ربط على قلبي وانا قوم. قوم الاول ونربط على قلبك. يبقى قضية ابدأ. ابدأ. قضية تتحرك. قضية بادر. قضية ما تقعدش تلعن الظلام. ما تبقاش قاعد الملتزمين وحشين. والدنيا وحشة. يا عم ابدأ انت غير نفسك. نعم. ما تقعدش تقول البيت بايز. يا عم ابدأ انت الاول غير نفسك في البيت. الاب اللي قاعد متدايق من اولاده ومتدايق. ما ديه زرعة عمرك. ما ديه زرعة انت زرعتها. ابدأ انت نفسك تغير. ابدأ بص النظرة جديدة. ابدأ ادي وقت البيتك. نعم. ابدأ ادي وقت حقيقي لعرقتك بزوجتك. بدل ما انت قاعد ما انتش عارف مسلا. بكرة تحتاج مراتك. بكرة تحتاج انسان يحنوا عليك مش هتلعن مراتك وولادك. لو انت ما زرعتش الحنان في بيتك النهاردة. يوم ما تحتاجه بكرة مش هتاخده. هتجيبه منين? فمسألة ابدأ بالتغيير ولا ولا تلعن الواقع. يعني ديه قضية اختارة جدا. ان كل واحد مننا يعتبر نفسه نواة تغيير. يبدأ بالعمل. مش يطالب اللي قدامه ان هو يتغير. اتغير واللقدامك يتغير. كتير من الناس معتقدين ان الالتزام بالدين مع الالتزام تهرب البسمة من الوجوه. رغم ان المبتسمين للحياة هم اكتر الناس للانتاج والعمل. انا عايز ادي رسالة للمستمع ان الاسلام مهوش دين اكتر اكتئاب. الله. هوش دين كآبة. الله. الاسلام ربنا قال في القرآن طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. الله. الاسلام من التزم به كان اسعد خلق الله عز وجل. الله. الله. كتير من الناس بيعتقدوا ان الهروب من التدين هو دي سر السعادة. وان الدين لو التزم به او التزم بهدي المصطفى الامين صلى الله عليه وسلم ربما جلب على نفسه التزمت وربما جلب على نفسه الشقاء في حياته كلها. فانا عايز المفهوم ده يتغير عند الناس وانبين لهم ان الانتزام بدين الله عز وجل هو كسير السعادة. الله. هو كان بيغنم في العيد ويقول له العيد ايه? العيد فرحة. الدين فرحة. الله. الدين فرحة يا جماعة. الدين فرحة. دينا فرح. يعني حركة انا يعني ليه درسة عن التزمت بقاله فترة فضل الله اسمها تعالى اسمه فتح لقلبك. اه. بقعد مع الشباب بقى وايه ويبقعدوا مشكلهم الشباب والبنات وارد عليه. اكتر مفهوم. يعني حاولت الف عليه الفترة اللي فاتت. الدين فرحة يا جماعة. الدين جميل يا اخوان. اه. لما بقف قدام دعاء النبي والسلام. يعني حتى مرة انا بدأ كده في اخر الدرس فباقول. دعاء النبي. يعني بتبثل دعاء النبي. اللهم متعنا باسمعنا. بقى احزين ما وقفت. اللهم ايه? متعنا. النبي بيقول لربنا يا رب متعني. يا رب عايشني في متع يا رب. يا رب انا عايز استمتع. مش المتع بتاعت اهل المعاصي اللي فاكرين ان المعاصيها متعة. ده المعاصيها خنيئة. ده خناءة. ولا اعزوا بالله انا مش عارف. مش طيقين نفسهم ازاي. ربنا يا دي قلوبنا يا رب. اللهم متعني. النبي عليه الصلاة والسلام فاهم الصحابة ان المتعة الدين متعة. الدين جميل. عشان كده طلع عبدالله ابن عمر بن العص يقول له يا رسول الله. دعني استمتع. من قوتي يا شباب. انا عايز استمتع بحياتي. هو عارف ان الدين هو المتعة. بس الدين الصح مش الدين اللي احنا عاملينه. كان في الزمان في كده في حاجة كده مصرحية. ربنا اهدي الفنانين والفنانات يا رب اللهم امين. كان في مصرحية يقول لك اه 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 بيقول له انا و امراتي و حماتي و امي والثمن عيال ققعدين في اعضة. فبيقول له سايبين الشقه كله و قى علوه هي اعضة يا حاضرت. هي اعضة. لو اكتشفنا بقى ان الشقه ده مش اعضة. ان ده اسر كبير. لما خذ مراته والدته و حماته والثمن عيال واقد في اعضة يبقى الرجل ده مجنون ولا أهلا. احنا عملنا الدين قوضة احنا سيبنا الدين كله وقعدنا في قوضة الدين درس فقر ودرس اخيرة ودرس وعظة عامة فين الحالة اجتماعية في الاسلام فين حفلات الشاوي ان نبع السلام في دار المغيرة بن شعبة سهر ليلة واللحمة بتتشوي واللحمة بتيجي والنبي بيقطع ويحط فين الاخوة فين التواصل احنا السبب في تنفير الناس عن الدين احنا اكبر سبب لنشؤل علمانية واللحط في مصر لان احنا مدناش للناس نموذج الدين الجميل احنا دينا للناس نموذج الدين صغير قد جدوه بالله عليك دكتور انا عايز النقطة ده هي قبل ما تهرب مننا تكون رسالة للدعاء الى الله ما يكونش داعية منبر بس انا عايز يبقى له بصمة في الوجود اعتقد بل اراها في حياتك انت تجسدها واقع عملي انت اكثر دعوتك في الشوارع في المقاهي في الحدائق في اماكن تجمع الشباب فانا عايز الكلمة ده هي اخذ منها الخيط ان انا اوجه رسالة الى الدعاء الى الله عز وجل عشان مجتمعنا بقى يتغير عشان نبدأ رحلة التغيير انه ما يبقاش دعية منبر فقط ما يبقاش دعية كرسي فقط يبقى اسلام واقع السيدة عيشة لما سئلت عن رسول الله قالت كان قرآنا يمشي على الارض وازاي بقى لو اننا فعلا بدأنا كدعاء الى الله عز وجل ننزل ونخالط واقع الناس واقع الشباب فعلا مجتمع المسلمين حينقلب من الشقاء الى السعادة عارف حركة احنا عاملين زي ايه احنا عاملين زي ناس سكنة في بيت بيطل على العالم كله وقفلين الشبابيك نعم قفلين الحياة على نفسنا وقفلين الحياة مننا وبين الناس احنا بنعرف نعلم الناس كلام مش عارفين نعلم الناس حياة مش عارفين نعيش حياة حتى تلاقي مثلا قنات بتاعتنا من درس لدرس هو الدين مش درس بس الدين مش درس الدين حياة احنا مدناش للناس تصور الحياة من المفروض الدعاية غير تصور الحياة المفروض دعاية ينزل للناس النبي عليه الصلاة والسلام احنا علمنيين في فهم القرآن والسنة احنا بتوع الدين علمنيين بنفصل ما بين النص والواقع اتقول لي اه يعني احنا ما بنسقطش النصوص على وقعنا احنا بنفصل بين النص اللي النبي قاله وبين الواقع اللي النبي قاله فيه مش بنوصل بين النص اللي النبي قاله وبين وقعنا احنا يعني يقولك ايه النبي رفع جديا اسك فقال من يشتري هذا ابي درم يا عم الحديث ده حصل فين يا عم ما تقوليش الحديث قبل ما تقولي الواقع بتاعه الخلفية بتاعت الاحداث ايه النبي نازل للتجار في السوق يوعزهم النبي عزام نازل جولة دعوية وطرباءة في السوق لانه يعلم ان السوق مكان الغفلة فلازم يذكر التجار بدل ما يفسدهم فنازل فالتجار تلموا عليه املاقي خروف ما يتمعفن فالنبي على السلام استخدام الصوت والصورة والمؤثرات الفنية والصوتية في الدعوة ده اللي اخترعوا النبي عليه الصلاة والسلام مش اللي اخترعوا الاعلام الوقتي احنا متخلفين دينيا كنت يعني بشرح للاخوة صورة القصة اصحاب الكهف ففي اول ايات نحن نقصه عليك انا بقاهم بالقول الله سبحانه تعالى ام حاسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا ايه عجب انت فاكر ان ديه العجب بس فانت لمسوا مع القصة يتقول له ده بتاكن القصة ديه مش هوقة جدا يتقاول فيه تياته الى الكهف منظر شباب مش هيجوزوا ومش هيخلفوا سيبين الدنيا وراحين خرابة ضلمة وداخلين ويتقفل القصة على كده وبعد كده نحن نقص عليك انا بقاهم بالحق قال له انا بحسب ان القصة خلصت القصة لستبدأ ومال اللي حصل ده كان ايه ده بيسموه في القانوات الفضائية ايه لما حالك تيجي تعمل برنامج رمضان فقولك معلاش عايزينك تيجي تعمل لنا ايه نص دقيقة اسمها ايه البرومو معلاش الشيخ محمد يدينا اسخن نص دقيقة في السلسلة اه عشان نزاحها كتير فالناس لما تلاقي الشيخ محمد بيقولهم انا هكلمكم عن اخطر موضوع في الحياة فيقوبوا له ايه احنا لازم نتابع برنامج ده البرومو البرومو اللي في الاعلام بعد الف ورمائمين سنة جايين يخترعوه عندنا في القرآن من الف ورمائمين سنة واحنا كل وظيفتنا ما شاء الله على الاعجاز الاعلامي في القرآن ده البرومو طلع عندنا في القرآن يا خيبتنا احنا نفضل دايما اهل الدنيا يكتشفوا الحاجة وبعك احنا نقول والله عندنا في القرآن ويخترعوا الحاجة والله عندنا في القرآن ويطلعوا الامر والله عندنا في القرآن يا خيبتنا امتى بقى كل يوم اهل الدنيا اللي بيقضونا وبعك انا قلت في القرآن واحنا وراهم امتى احنا هنكتشفها من القرآن واهل الدنيا بقوموا الورانا امتى هنفجر طاقات النص في حياتنا امتى هنفهم عظم الديننا امتى هنفهم جمال ديننا امتى هنعيش الدين بتاعنا هي قوضة حضرت احنا عملنا الدين قوضة الداعية طالع الدرس طالع المنبر ونزل من على المنبر. رايح نزل على المنبر بيدي درس فقه ودرس عقيدة يعني حتى درس الفقه بيدي ازاي الثهارة يقوم رصس الطهارة الصلاة يقوم رصس الصلاة ايه اللي خل الامر الاربعه ايه ماعنى الشفع يعني بأمان هو شفا كان اعلم الارض ما كانش اعلم الارض و بكلام العلماء كان اللي يثوا افقه من ايه من مالك يعني كان فيه علام ابن تيمية ما كانش اعلم الهل زمانه ابن كثير كان اعلم من ابن تيمية في التفسير السبك كان اعلم من ابن تيمية في الفقه ابن دقيق العيد كان اعلم من ابن تيمية في الفقه ابن تيمية ما كان ابن تيمية ما كان اعلم من ابن تيمية في السير مش دول اهل ابن تيمية لم يكن اعلم الهل زمانه ورغب ان احنا كلنا معتقدين من التيمية دا الموزل من التيمية عمل 37 مجلد ايه فتاوة نعم فتاوة نزل وقع الناس بيرد على اسئلتهم غيره عمل 37 مجلد ولا حد عرفانهم حاجة ايه كلام رص بيروس لالك ايه اللي خلى الا ائمة الاربعة ائمة الائمة الاربعة لما تشوف فقههم دخلوا في الطب وكل مشاكل الطباء في الطب حلوها بالفقه ودولوا حلول فقهية دخلوا في المحامات دخلوا في القضاء وكل مشاكل القضاء حلوها كل حاجة خلصانة دخلوا في الحكم دخلوا في الحاكم دخلوا في السياسة الشرعية السياسة وزارة الخارجية ووزارة الداخلية كلام ده خلصان وعملوا فتاوة وخرجوا من الدين احكام للواقع دخلوا بين الرجل وامراته وعملوا احكام للأسرة واحكام الطفل واحكام المولود نزلوا الحياة ما رصوش رصة فقه الطهارة اه كتاب طب انا مالك عاملين زي احنا عاملين زي احنا عاملين زي بالظبط كده انا درست الطب في الكلية كتب مجلدات الفيسيولوجي 12 كتاب الاناتومي تشريح 12 كتاب اللي مش عارف كتب كده الجراحة 12 مادة اه دخلت فيقوم يجي لعيان مثلا ايه في العيانة بعد ما انتت خرجت فيبقى عايز عملية زي ده اقوم يدي له كتاب عملية الزي ده واقوم اقول له ايه ده العلاج بتاعك فلا ايه بصري كده انت بتعمل ايه ده علاجك يا ابني والله اقرأ ده اللي في علاجك يا اخي انا الدكتور علم الدكتور الطب كتب انما لو الدكتور علم المريض الطب كتب ده يعني الطب ده انا المرض انا بدي للمريض في الاخر حتة روشيتا قد كده بص يا ابني انت هتاخد الدول الفرنية ثلاث مرات في اليوم والدول الفرنية المراتين في اليوم وكما ده مرات ما سخنة على مكان اللي مش عافق يا ابني وصف ما للعيان بالليلة اللي انا قعدت ست سنين ادريسها دي احنا بندى للناس الدين كده احنا بندى للناس الدين زي الدكتور ما بيدى لدكتور الطب انا بدي للناس الدين زي ما الدكتور يدي للمريض الطب رشدتات عشان كده علم التقنية البشرية اكتسح العلم ليه علم التقنية البشرية حولهم قواعد النجاح في الحال والرشدتات عايز مراتك تحبك خد العشين النصائح دي عايز تبقى قوي في الجسم خد العشين النصائح دول عايز تحفظ بصرعة خد السبع نصائح دول عايز تبقى انسان محبوب من الناس خد الرشدتة العشين حاجة دي انا اللي دين كله بيكلم عن قواعد النجاح مش عارف ادي للناس الرشدتات قدوم مجلدات دورة في الفقه ده يا ابني دورة في الفقه دي طلبة العلم الناس ملحب الكلام ده ليش يوخ الفقه ما ينزلوش القهاوي يعلموا الشباب اللي قاعد عن القهاوي الفرق من المزي والوزي والمني العيال قاعدة مش عارفة تتطهر العيال بتوع سنوي ماش عارفين الفرق من المزي والوزي مش فاهم استحمى يا اما شاب بيستحمى مع الوزي مش فاهم ايه ده اصلا يا اما شاب بيقوم ضربها طبانجة ويقوم ما صليش اصلا واحنا السبب الدعائي ينزلوا للدعاوي صاحبوا بعض وامرطات الدعائي صاحبوا بعض وامرطات الاخوة صاحبوا بعض وولادنا يتعرف نعيش دين يا اخوان احنا مش عايشين الله اين الدين والفن ما عندناش احنا هوليود اسلامية ليه ده ربنا قال ذوات افنان لما رغبنا في الجنة قال لنا الجنة فيها فن لان اين دين اين الحال اجتماعي بين الملتزمين وبعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يتجسدون اسلامهم تجسيدا واقعيا سيدنا ابو غيرا كان ينزل الاسواق سيدنا عبدالله بن مسعود كان ينزل في اماكن المغنين والمطربين الله اكبر يعيبهم يعني دخل عبدالله بن مسعود على ابو عبدالله بن زازان وكان يضرب بالعود فدخل عليه وكان حوالي الاف من الشباب قال الله ما اجمل صوتك ولكن لو كان بكتاب الله فوضع ابو عبدالله بن زازان العود واراد ان يتلو من كتاب ربيه فلم يجد في رأسه حرف واحد من كتاب الله فامسك بالعود وقال امت الذي جعلتني جاهلا وحطم العود على اقرب صخرة وقال انا تلبيز بين يديك يا عبدالله يا ابن مسعود اتعلم منك مراس النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه حفظ القرآن ودرس السنة اصبح عالما من علماء الامة يشاروا اليه بالبنان افتح النهار ده كتب الجرح والتعديل تجد علماء الجرح والتعديل يقولون ابو عبدالله بن زازان ثقة سبت بعد ان كان ماجنا وعايز اقول لك والله الخير في الامة الى ان يرسل الله الارض من عليه والله الذي لا اله غير شاب من شباب السنة عندنا في المنصورة في قرى المنصورة مر على مقهى فيها اكبر تاجر مخدرات في البلد ويف قدام منه والله دكتور ابتسب فراجل تصدق نفسه الرجل السنة ده ببتسم في وجهه قال له ايه ببتسم في وجهك ما انشي الاوان بقى نقوم تصطلح على الله والله دكتور رحايم حاضن الشاب ورمى ظهره رمى رأسه على كتفه وقال له اهل الاوان يا ريتك جتلي من عشرات السنين انا ضايع واهل بيت ضايعين بسبب شؤم معصية قال له طيب اهل الاوان انك تهاجر الله وخده الى مصحة نفسية وبدأ رحلة العلاق تعرف التاجر المخدرات ده قعد مع 11 تاجر تابوا على اديه انا رحت المسجد الكبير في بلدهم وجلست مع ال 12 تاجر الله اكبر الله يا شيخ الله اكبر حازم قال استمع ال 11 تاجر بيت اوعزهم يبكم وجوههم تحولت الى وجوههم تشبه وجه النبي المصطفى في هديه وسمته وبدأوا رحلة الطاعة والعبادة وانتقلوا من جحيم المعصية الى جنة الطاعة بسبب كلمة نعم فانا عايز اقول في هذه العجلة الدكتور حازم شمان يمارس هذه الحقيقة بشحمه ولحمه ونفسه فانا عايز الدكتور حازم في هذه الليلة يمتعني ويمتع احباب اللي شايفيني وشايفوني بقصص من الواقع من المقاهي من مجمعات الشباب عشان نحسس للناس دي ان الشاب ده قاعد وهو السعيد بالمعصية استنى موعظة استنى حد يدله على الله يا دكتور حازم اللي تايع عن بيته لو قبلناه قلنا له بيتك هو لنأجر الله فكيف اذا دللنا التائهين عن الله دللناهم على الله كيف يكون لنا الأجر عند الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر عظيم عايزك تكلمني عن الواقع واقع الشباب في المقاهي وقصص عملي وقصص إيجابي وتعرف المشاهد ان اللي قاعد عن الاهوة ده واللي شر المخدرات ده ماهوش شر محت لا ده فيه جانب خير لو إحنا استغلينا استقطاب جانب خير في قلبه سنجني من ورائه عاملا من عوامل البناء في مجتمعاتنا بس الله أن يوفقك ربنا يا حفاظ قريب خالص يعني يعني الكلام لسه سوخن يعني يعني موضوع أصلا الحدث لسه يتطور كمان سبحان الله العظيم ونزلنا وقفنا وانا سبحان الله وانا داخل كنت مقفول أصلا يعني مش عايز أتكلم فما هتكلم بقى وقامل شباب بقى مالممين في في القهوة وطبعا فيه شباب بيقدر يعني ما تعتقدت انه كله بقى بتلمه وعايز يسمع فيه شباب مش عايز يسمع أصلا سبحان الله وانا بتكلم وتركيزه كله على الشباب فجئت ان اللي واقف نفسه في القهوة بدأ يتشد وقام شاب بقى يعني بدأ شباب يتأثر وبدأ شباب يفكر في دور فقام اللي واقف نفسه بقام يجيب لههم الشيشة ويجيب لههم مش عارف ايه يجيب لهم العاجات فجيب بعدها قال لا انا عايز اتوب وانا طب اعمل ايه واتوب ازاي فاحنا كنا العيد قلنا العيد فرحة احنا مش هنفضل بقى خنقل نفسنا الاخوة صلى العيد وكل واحد روح بيته وده العيد عندنا قلنا هنعمل بعد صلاة العيد مكان لتجمع الاخوة والاخوات اللي اخوات مع بعض ونجيب للاطفال لعب ونعمل فرحة ويبقى اجتماع كده دولي بعد كل صلاة العيد ده عندنا كده نجتمع مع بعض سبحان الله فوجيت انواجه بعد كده فوجيت انوحضر اول وقفنا مع بعض ليلة العيد هاي تسامل قهوة الوقت ما شاء الله لك وتعال بلاوشه منور ملتحي شغال في جمعية رسالة للأعمال خيرية فضل ومنت الله يعني ربنا رزقه شغل فضل ومنت الله يعني شغل طيب جدا ربنا رزقه صحبة صالحة زوجته بتيجي بقى الدروس فضل ليلة الوقت اولاده صغيرين كده فيجوا مع فانت ده كلمة عشر دقائق انا مرة يعني كنت بكلم في اهوة يعني انا بحب انزل اهوة يعني بالذات لانها اكبر تجمعت الشباب بالوقت وهنا بكلم لقيت صاحب الاهوة واقع في الارض من العياط انا باكل حرام انا عايزة اتغير اعمل ايه راجل صعب علي يعني انا اللي عايزة انا اللي بات هاديه يعني من اللي انفعلوا فيه ياما ياما بفضل من انت يا جولة دي انا فاكل جولة كانت قدام محل البغل في المنصورة محل البغل بقى بتاع الفول كده والشباب فالشباب كتير والكلام ده كان قبل يعني ما كانوا الشباب عارفيني اصلا يعني خلص يعني الشباب حضروا الجولة دي الان دعاء الالله منهم من يعتلي المنابر من شاب بايز خارج يهيس خارج يهيس تكتون الحبيب يبقى دقائق بعدودة ولكن انا عايز ابين المستمع الكريم اللي شايفت وشايفك في هذه الليلة ان الاسلام اذا كان دعانا للدين والعبادة والاستقامة وهي دي كسير السعادة لم يهمي الجانب الترويح عن النفس مسألة الترويح ان الان يروح عن قلب ايهي ساعة بعد ساعة وان الاسلام بتاعنا محرمش زينة الحياة قل من حرم زينة الله التي اخرج العبادة والطيبات من الرزق فانا عايز برضو تبدي المستمع ان الاسلام فيه بحبوحة ولم يخلو من المزحة ولم يخلو من الملحة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وبرضو يعني من خلال حديثك عن ان الاسلام لم يهم الجانب المرح والترويح عن النفس برضو ياريت تحددلي علاج الاحزان والاكتئاب فيه نقاط لانه لانه لم يبقى لنا الا دقائق معدودة ان الاسلام كان يجيب البطيخ والبلح فيه علاقة من الفكتين دول فيش علاقة ويجيب حتة بطيخ مع حتة بلح وهم وكلهم اللي اتنين بقى بها فالصحابة مستغربين عمرهم ما شوف محد يبقى باكون بطيخ بالبلح فالنوا الثاني يقول لهم نطفئوا حرة هذا ببرد هذا ونطفئوا برضا هذا بحرة هذا مين بقى الوقت اللي بيجيب البطيخ والبلح المحلات بتاعت العصير الجديدة يقول لك عصير بطيخ بالمنجة عصير مش عارب من البداية افق رهيب ده كمنا من 1400 سنة اخوان نهب عليه صلى الله عليه وسلم شخصية جميلة شخصية لو دخلت ده الدنيا كلها بتتحك لو نوع صلى الله عليه وسلم دخل كلها فرحنا وكلها تحكنا شخصية المفروض الدعية يبقى كده المفروض الملتزم يبقى كده اما يدخل في مكان الاسلام مش بس اتاح المتعة ده الاسلام خلى المتعة عبادة لله دين جميل كنت بقى يعني بد دوره في تفسير صورة الفتحة قريبا ففي قول الله اهدنا الصراط المستقيم فبناءت ادور يعني الصراط بس ادور في بحث في كتب اللغة مش بس كتب التفسير يعني فلقيت الصراط في اللغة الطريق الواضح يا السلام لقيت الصراط في اللغة الطريق السهل الطريق السهل البسيط يقولك حتى صرت اللقمة يعني معلش زلط اللقمة كده يعني بلع اللقمة طيب الناس اللي ببط قولك طريق سهل جده لقيت ان الصريط هو الفلاوذج فلاوذج ده كان حلوى الملوك زمان يعني لما ابو حنيفة جيب ابو يوسف اكبر تنميز وكان يتيم فامو بعدها يشتغل ويجيب فلوس فلاقت ابنها قالوله عن حق ابنك قعد بياخد عند ابو حنيفة فراحت تناديه ابو حنيفة قالاسي به غدا يأكل الفلاوذج بدون الفسطق فقالت له فسطق ابو يوسف كبر فراح للخليفة مرة الخليفة حزمه على الفلاوذج فضحك وفتكر الموقف يعني انا عايز اقول لك انه لما اقول لك الصراط ويجيب لك اللفظ اللي من اشتقاقه البسبوسة بالفصدق يعني معناها طريق ربنا ده بقلاو ده احنا ندخلين نأكل بقلاوة يا جماعة يا اخوانا مين اللي فهمكم ان الدين عقد مين اللي فهمكم ان الدين كالكاعة مين اللي فهمكم ان الدين ده مشكلة والملتزم ماشي كايه والله العظيم احنا لو فهمنا الدين هنمشي قلوبنا بترقص من الفرح عشان كان ابن تيمية كان مذهبه دايما في الحال فرح بالله فرحان ومات في السجن وعشت نص حياته مسجون وفرحان فرحان بالله دين جميل انت عايز تقول لنا للذي وقال لو استقاموا على طريقتي لأسقيناهم ما الله اكبر وعايز تبين للناس ان الاستقامة على دين الله هو اكسير السعادة والذي حرم نفسه الاستقامة يبقى حرم نفسه من السعادة واتمتعنا بحديثك الليلة ما شاء الله اسأل الله عز وجل ان يكافئك فالله تعالى وحده هو الذي سيكافئك عما قدمت لنا من خيرات ومعلومات قيمة جزاك الله عننا خيرا الدكتور حازم احبابي الكرام لعلكم استمتعتم معي بكلام الدكتور حازم الرائع في علاج الاحزان والاكتئاب وجلب السعادة الى القلوب الله اسأل ان يجزيه عننا خير الجزاء واسأل الله بسمه الاعظم ان يكون حديثنا في هذه الليلة سبيلا لقلب السعادة الى قلوبنا انه جواد كريم وبالاجابة جدير ولكن لا يفوتني في هذه الليلة ان ادل احبابي الكرام على قراءة بعض الكتب التي تكلمت عن السعادة كالكتاب مثلا على سبيل المثال لا تحزن لفضل الشيخ الدكتور عائد القرني وكتاب استمتع بحياتك للدكتور العريفي هذه كتب اذا عشنا معها سنتعلم فن التعامل مع الناس وستنتعلم فن طرد الاحزان عن القلوب لان العلم اذا نزل على القلوب ان كانت القلوب اوسع من الدنيا وما فيها كما قال ابن القيم في كتاب نفتاح دار السعادة العلم اذا نزل القلوب انفسحت الصدور حتى تصير اوسع من الدنيا وما فيها فتعالوا نسعد بما سمعنا احباب الكرام اشكركم لحسن متابعتكم اني والله وطالله وبالله احبكم في الله شكر الله لكم حسن متابعتكم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة